إنها محنة عصيبة لا تنفع في مواجهتها إلا الوحدة الوطنية وتكاتف جميع اللبنانيين من كل الأطياف والمناطق إنها نكبة لا نستطيع تجاوزها إلا بعزيمة وإصرار على مواجهة هذا التحدي الخطير ونتائجه المدمرة ما حصل اليوم لن يمر من دون حساب سيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن هذا وعد للشهداء والجرحة هذا التزام وطني ستكون هناك حقائق تعلن عن هذا المستودع الخطير الموجود منذ العام 2014 أي منذ ست سنوات لن أصطبق التحقيقات الوقت الآن هو للتعامل مع الكارثة لانتشال الشهداء ولمعالجة الجرحة لكن أعيدكم أن هذه الكارثة لن تمر من دون مسؤولية ومسؤولين عنها أيها اللبنانيون لقد أصابتنا كارثة لكني واثق أننا سنتعامل معها بمستوى مسؤولية كل منا في أي موقع أناشدكم أن نتوحد اليوم كي ننتصر لشهدائنا ونضمد جرحانا وجراح الوطن إنني في هذه اللحظة أتوجه بنداء عاجل إلى كل الدول الشقيقة والصديقة التي تحب لبنان أن تقف إلى جانب لبنان وأن تساعدنا على بلسمة جراحنا العميقة أيها اللبنانيون نحن في مصيبة لكننا نتحصن بقوله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه رجعون